الصناعة تعلن الزام معامل الطبوق بالتحول الى الغاز بدلا من النفق الاسود اصدرت وزارة الصناعة توجيها يلزم جميع معامل الطبوق في بغداد والمحافظات بالتحول الى استخدام وقود الغاز بدلا من النفق الاسود وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضح لجبوري انه تم توجيه كافة معامل الطبوق في بغداد والمحافظات لاستخدام الغاز بدلا من النفق الاسود بدلا من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 24547 لسنة 2024 وضن مهلة مدتها 18 شهرا واوضحت لجبوري انه في حال عدم تنفيذ هذا التحول سيتم قطع الحصة الوقودية عن المعامل المخالفة مؤكدة على ضرورة ان تقوم جميع المعامل بتوفير الاستعدادات اللوجستية والفنية اللازمة لضمان التحول الكامل الى انظمة تشغيل صديقة للبيئة التي تعمل باستخدام لغز بدلا منال النفطة لاسود واشارت ال انه يمكن للمعامل الحصول على قروض من المصارف الحكومية لتغطية تكاليف تحديث منظومات الحرق وفقا للمتطلبات الجديدة مع ضرورة الالتزام بالمدة المحددة البالغة 18 شهرا واكد رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الثلاثاء المعضي ان معامل الطبوق في النهروان تعد بؤرة لانبعاثات التلوث ويجب ان تتحول الى استخدام الغاز اوية ما نقلها الى خارج بغدد فيما اكد علاء الالتزام بتنفيذ للتوصيات وتخصيص الاموال للازمة لوزارة البيئة من اجل انجز ما مطلوب منها اشتركوا في القناة